السلام عليكم ورحمة الله. زيكم وعملين ايه? يا رب تكونوا كلكم بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واول فيديو نشاط بعد العيد. خلاص يا جماعة كفاية اربع ايام من الانتخة بصراحة كفاية. يعني كفاية فتة كفاية لحمة كفاية ترمز سوداني لب. انا تعبت يعني حسنا انا بطني اصلا جالي تلبك مناوي. كل سنة وانتوا طيبين وتعود عليكم الايام بالخير يا رب وخلينا نقول النهاردة. ان انا ده اول فيديو حبدأ فيه معاكم. نضافها بعد العيد. في ايه عفاف? في ان انا كنت بعمل روتين اليوم العادي جدا وروتين برضو اسبوعي وبتاع وحاجات كده. بس في حاجات تفاصيل كتيرة قوي انا ما دخلتش فيها بما ان الدوشة اللي كات عندي قبل العيد واللي قلت لكم عليه طبعا في الفيديو اللي فات. فخليني اقول ان انا واحدة واحدة كده معاكم حنبدأ من اول وجديد. فلو انت البيت عندك ضايع. لو انت حسن الدنيا عندك بيضة. كل الاجهزة عندك مش نظيفة. ركزي معايا كده واحدة واحدة في الفيديو من اول الفيديو ده. هناخد بالتفاصيل كده معانا. يعني حاجة حاجة ونبدأ نركز فيها بطريقة عميقة شوية. كل العرايس البنات الجديد اللي لسه متجاوزين بقالهم سنة وبقالهم كزا شهر وفي حاجات كتير قوي. واقعة منهم ومش عارفين بتتنظف ازاي. هناخد مع بعض كل حاجة بالتفاصيل. فعايزكم تحط لايك الفيديو ده. شجعوني طبعا بتعليق جميل جدا دلوقتي. ويقولوني احنا معاك يا عفاف ونكملين معاكي. وحنبدأ معاكي من اول الفيديو ده. طيب خلينا اقول لكم انا بعمل ايه دلوقتي? انا بعمل صناية كيك للفطار. يعني هنفطر بيها وبحطها في التلاجة نسحب منها كده لو حد جعين او حاجة مع كوب بيت شاي بلبن كوب بيت شاي نسكفي اي حاجة. الكيك دوت انا عملته قبل كده انا جبت هنا اربع بيضات بحرارة المطبخ. حطيتهم وحطيت عليهم معلقة خل ومعلقة بانيليا سيلة او بودر براحتك. وحطيت عليهم كمان كوباية ونص من السكر. وادرتهم في الخلاط شوية مع بعض. تمام? لحد ما الخليط بقى لونه ابيض كده والسكر داب تماما. نزلت عليهم كوباية من اللبن. وكوباية لربع من الزبدة على الزيت. الزبدة يا جماعة بتدي الكيك طعم خطير ولون فضيع. فكوباية لربع كده مكس ما بين الزيت والزبدة. وبلاش استنى عشان بتكتم الكيك شوية. الزيت والزبدة طحفة. كوباية لربع وحطيتهم. ضربت كده كل ده في الخلاط. ونزلت بيهم في بولة. عليهم كوبايتين ونص من الدين منخول. وعليهم كمان كيس بيكنج بودر وزارة ملحي سغيرة قوي. بس كده. ضربت كده الكلام ده بالمضرب على ايدي ومن وقت ما نحط الدقيق ما منستخدمش الخلاط. منستخدم معلقة بس. جبت صانية عندي وده انتهى كده بمكعب زبدة. يعني من غير ما دهن دقيق ولا بطن دقيق ولا حاجة. الزبدة بس بتخلي الكيك اللونه حلوة قوي. واحلى من الدقيق بكتير. فلو عندك زبدة دهني الصانية بمسحة من الزبدة وبس كده. ما عندي كيش يبقى بطني صانية بالزيت كده بمسحة زيت بمنزيل ورشي عليها رشة دقيق. ودخلت الكيك بتاعي على درجة حرارة مية وتمانين في الرف من تحت في الفرن في اول الرف تحت. شغلت من تحت بس. وبعد تقريبا خمسين دقيقة شغلت الشوية وبعد كده طلعت الكيك من الفرن. بسيبه يبرد شوية كده نص ساعة في الصينية. بس ما تغطيهوش. اوعي تغطيه او المطلعي من الفرن. عشان هتعرق منك وحتبقى بايش خالص. سيبيها كده من غير غطى ومن غير حاجة. تبرد شوية بعد كده سلكيها مصطنية بالراحة وقلبيها في صانية تانية. وده كده كان شكل الكيك بصو الصينية طبعا فيش اي حاجة لازق فيها الحمد لله. اهم حاجة طبطينة السامنة كويس. الزيد ده كويس في الصينية. ده كده شكل الصينية بتاعتنا او بصو الكيك الامر يا جماعة تحفى. عباريكو دلوقتي قديه هو هش وطري وفي نفس الوقت لونه دهبي وحلوة قوي. بس كده. طب بتقطعي امتى يا عفيف? انا مش بقطع خالص دلوقتي يا جماعة. انا بستبع كده ساعة ولا حاجة لما تبرد خالص. هتلاقيها وبتتقطع معاكي مختلفة جدا عن منو هي سخنة. وهي سخنة بتلاقيها بتفرفت معاكي وتتقطع. ممكن ترنشت الكيك ما تطلعش معاكي سليمة. انما لما بتسبيها تبرد بتبقى حلوة جدا ومتمسكة قوي وانتي متقطعي كده تحسي ان الكيك متزم في ايديكي. فانا قطعت القطعة دي بس كده وسبتها كتسخنة جدا. سبتها تبرد خالص. ودلوقتي انا بقطعها معيكم بعد ما بردت. كده كده مفاش تحطيها في علبة وهي سخنة. تقفلي عليها العلبة وهي سخنة. ولا ن된 خاليع التلاجة وهي سخنة. فكده كده بنسيبه تبرد افضل حاجة. وبعد كده ندخلها التلاجة انحطها في علبة وندخلها التلاجة. او تسيبيها بورا التلاجة عادي جدا برضو. ده كده شكل سنيت الكيك بتاعتنا وانا بصراحة بحب الكيك جدا جدا جدا. طول ما موجود في البيت كده من الحاجات الاسناكس اللي لو اي حد جعين تلاقيه حاجة كلها. كان في بوستة حد كاتب بوستة على الفيس. لو فيها جماعة اكلات من الحاجات الخفيفة السريعة اللي ممكن حد يأكلها لو جعين في اي وقت في اليوم بعيدة عن الغداء وكده. فكاتل كيك من ضمن الحاجات والبليلة. بسكوت او كوكيز انت عاملها في البيت مسلا. كل الحاجات دي حاجات سريعة وطعمها حلو. خليني ابدأ معاكم باكتر حاجة ما بناخدش بنا منها بصراحة. هتقولولي عفاف ازاي يعني الخلاط الخلاط يعني ده من الحاجات اللي بتتغسل كل ما بنشتغل فيه. اه بس في مكان صعب الغسيل جدا. وانا بالنسبة لي بيضيقني قوي. علشان كده باستنى كل فترة كده وانظف. القاعدة بتاعت الخلاط من تحت يا جماعة. الخلاط ده الاول نوع كينود علشان انتو سألتوني عليه كل ما اجي اشتغل في الكابة بتاعت وتقولولي النوع ايه? الخلاط والكابة بتوعي نوعهم كينود. بصوا بقى فيه اجزاء فيه خلاطات الاجزاء اللي تحت فيها بتتفك. القاعدة دي بتتفك خالص بعيد عن شفش الخلاط. وفيه خلاطات تانية لأ طبعا. انا كان عندي قولي كده مونالكس مش بيتفك. ولكن الخلاط ده بيتفك من تحت بالطريقة دي. فكل واحدة عندها خلاط مونالكس. هتلاقي ان هو بيتفك بالطريقة اللي انا هفكو بيها دلوقتي. وبصراحة عايز اقول لكم ان هو اه يعني الخلاط ما عرفش بيتسقط فيه من جوه. الحاجات دي بتوصل ازاي? مكان ما بنعمل عصير طماطم او عصير او اي حاجة في الخلاط. بلاقي اوسخ كتيرة جدا جوه الخلاط. بس بصراحة مش كل مرة حاجة يعني اعمل الخلاط او اشتغل فيه بفكو واخسله بالطريقة دي طبعا. اكيد لأ يعني. فكل فترة كل كام شهر كده ببدأ ان انا هفك خلاط كله كده حتة حتة زي ما هتشوفه دلوقتي وانضفه. بصراحة عايز اقول لكم ان الريحته بشع. الريحة بشعة. وان انا آآ لما هنضفه معيكم دلوقتي هتلاول فرق فضيع. اصلا انا مكنش عرف ان الخلاط بيتجمع فيه الكلام ده كله. اساسا يعني انا شايفة ان انا بنضف الخلاط من جوه. زي اي بنات جودات بقى في المطبخ او عرايس او لسه يعني متعرضوش لحاجة زي كده قبل كده. فكي الخلاط بتاعك وبصي عليه من جوه. اولا عايز اقول لكم ان ده بيقلل من كفاة الخلاط. هتقول لدي ازاي? هقول لك ان انا كل ما مشتغل بالخلاط بلاقي الشفشق نفسه بيسقط حاجات على المطور بتاع الخلاط نفسه. نقط كده سودة ونقط بني ونقط يعني حاجات كتيرة جدا. بصوا شايفين المنظر عامل ازاي? انا معرفش ده بيتجمع منين? يعني لو حد عنده فكرة يقول لي. الحاجات الاوساخ اللي جوه دي. اه هي اوساخ كانت حاجات وعصير وكده ونشفت وبقالها فترة. لكن هي بتتجمع اصلا ازاي? يعني انا مش عارفة الشفشق بينزل فيه الحاجات دي من جوه ازاي? بس ما علينا. يعني خلينا نقول النهاردة ان احنا هنبدأ التنظيفة العميق والتفاصيل كلها بالخلاط. انا جبت هنا البولة ديت او العلبة دي وحطت فيها مية سخنة بتغلي. وحطت فيها معلقة مستيك اورنج ومعلقتين كبار يعني اللي في اي دي دي معلقة صغيرة خالص. فانا حطت بها اربع معلق يعني معلقتين كبار من بتاعة الاكل. والمية دي لازم تكون بتغلي. وحطت فيها كل القطع بتاعة الخلاط اللي انا فكتها. طب يا عفاف انا ما عنديش مستيك اورنج. والله ايف ما قدرتك تجيبيه هاتيه عشان هو سحري. طب ما عنديش ومش عايزة جيبه. يبقى حتجيبي خلو كربوناتو ملح لامون. التلات حاجات دول مع بعض. ومية سخنة. وتبداية تنقعي الخلاط بتاعك في الحاجات دي. بس ما عرفش النتيجة. هتكون زي كده ولا هتحتاجي تدعك شوية? لان انا هنا محتاجتش ان انا ادعك اصلا. شايفين كل الاوساخ والبلاوي اللي كانت موجودة في القطع بتاعة الخلاط. كلها نظفت وباقت زي الفل من غير ما حط ايدي ولا ادعك اي حاجة. عايز اقول لكم هنا في اللحظة دي انا واقفة مش طيقة الريحة اصلا. الريحة صعبة. وكل الاوساخ طلعت على وش المية زي ما حتشوفه بصوه الفوران بيحصل جوة ازاي? انا بس قلت يا ريتني حطيت الحاجات دي في حاجة شفافة عشان تشوفه. بس خليني اقول ان المنظر بين من غير ما اقول يعني. اه شايفين كل اللي على الوش الابيض ده? دي الرغاوي او الفوران اللي عمالها تاكل في الاوساخ اللي موجودة جوة القطع بتاعة الخلاط. سبتها ساعة بالضبط كده لحد ما المية بردت والفوران دوت راح. وتعالوا بينا نطلع القطعة دي ونشوف ايه اللي حصل. اه عايز اقول لكم ان انا تاني مرة نضف الخلاط دوت بالطريقة دي من حوالي يعني فترة كبيرة قوي كده سنة يعني انا عملت الحركة دي. وبعد كده لما بيجي لي مزاجة فكوا وانا بختلوا ولا حاجة بختلوا ولكن لما بسيبوا فترة بيبقى بالشكل ده. طبعا المية لونها وحش خالص وفيها حاجات قطع كتير جوة من اللي واقعت من جوة القطعة بتاعة الخلاط. بس الفكرة كلها عندي هنا في حاجة واحدة. انا هنا مش هعرف ادعك. شايفين القطعة دي? بقت فلة ازاي? دي الخلاط نفسه او القطع اللونها دي. التفاصيل اللي جوة دي هتدعك ازاي? وطلع منها البلوي السودة دي ازاي? صعبة جدا. ففكرة الفوران انه بيعمل فوران للقطع او للاوساخ ده بيخالين ان انا اصلا مدعكش يعني. بس كده. انا هتعالى وريكم دواتي شكلها انا هخسلها بالصابون عادي جدا من غير مدعك اي حاجة لان اه وريدي نضفت. يعني بصراحة يعني عايز اقولكم ان الخلاط ده من الحاجات المهمة جدا. يعني اه اولا هو سعر الخلاطات دلوقتي عالية جدا. فلاازم نعمل الخلاطات سيانة. لازم. وخصوصا انا بدخل على جوجل اشوف اه سعر خلاط كينوت كام لقيته سبعة تلاف جنيه. مش عارفة هل انا اتلغبط ولا ايه? بس انا تخطيت من السعر حرفيا. يعني خلاط انا كنت شارية بالف وتونمائة جنيه. لقيته بقى بسبعة تلاف جنيه. فالسعر يعني جدا. فلازم نحافظ على حاجات اللي عندنا ونعمل لها سيانة. زي برضو فكرة المكنسة للكهرباء لما كنت اقول لكم انا بخسل الكيس على طول. وده طبعا كان غلط وكان بيخلي التراب ينشع على المطور والكيس يبوز وما كنتش اعرف. فخلينا اقول لكم ان احنا بنفيد بعض هنا ولو حد عنده معلومة بالنسبة للخلاط. فاي حاجة تفيد الخلاطات او تفيد ان احنا نحافظ على الخلاط ياريت اكتبها في التعليقات علشان كل يستفيد. برضو طلعت كلها في المية السخنة من الفوران اللي انا حطيته فيها. الشافشة ده برضو فيه تفاصيل كتير بصوا حاجات تنايات كتير انا ما غسلتوش اصلا. انا جبت البولة الاورانجي دي وحطت فيها مية سخنة ومسك وروح تنزلها الخلاط فيه من الظهر كده ربع ساعة وبس كده بعد اشكله. غسلته بالصابون عادي جدا من غير مدعك اي حاجة خلص. فالحمد لله الخلاط بقى زي الفل وبصراح كنت مرتاحة نفسين جدا ان انا عملت انجاز. انا نضفت حاجة كانت متوسخة اي بقى لها كتير. طيب انا يا عفاف عندي بقى شفشة الخلاط حبص عليه ونضفه كده. طب انا اضاف الشفشة بس. اعملي الشفشة بس. الجهاز بتبقى الخلاط نفسه. لو متوسخ عندي بقى وقع عليه مسلا عصاير او عصير طماطم ما هي حاجة اللي كنتي بتعمليها. وسبتيها كنتي مستعجلة ونشفت. نضفي كمان الجسم بتاع الخلاط نفسه. البادي كده عملتي تنظيف شامل كامل للخلاط بتاعك. الكاب بتاعتك لو فيها مشكلة برضو نفس الكلام. خدي كل التفاصيل بتاعتها. سلكات الودان وسلكات السنان والحاجات دي كلها بتساعدنا في تنظيف الاماكن الدايقة يا جماعة. الحاجات دي بنعمل فيها اكل. والاكل ده لما بيبقى فيه بواقي وبينشف او يعفن او كده. يعني بيعمل بكتيريا كتير وبتبقى طبعا دي حاجة بنعمل فيها اكل فلازم تكون تنظيفها عشرة على عشرة. ما فيش فيها تهيون. كلنا طبعا طلعين من العيد. يعني نفسنا قفلة شوية من اللحم والفراخ والحاجات اللي شبه كده. فبناحب ناكل حاجة حرشة. فناحقول لكم النهاردة على طريقة الرنجة السهلة دي طحفة يا جماعة. احلى كتير من نكتاكل الرنجة كده على طول. انا جبت هنا حوالي خمس معالي كبار من الطحينة. حطيت عليهم يعني زي ربع كباية صغيرة او ربع فنجال صغير من الخل الابيض. ومعلقتين تلاتة كده من المية ومعلقتين زيت. خفيتهم كلهم مع بعض شوية كده لحد ما بقى القوام بتاعهم خفيف شوية. حطيت عليهم بقى ايه? فلفل حامي. طبعا ممكن يبقى بارد براحتك. وحطيت عليهم طماطم متقطع مكعبات. وكمان بصل متقطع شرايح. قطعت الرنجة بتاعتي طبعا بعد ما خليتها كويس من الشوك والجلد وكل الكلام ده. وطبعا الراس قطعتها كده مكعبات صغيرة بسكينة. وحنزل بيها على الخليط ده كله. حنميكس كل الكلام ده مع بعضه. طبعا عصير لمونة كبيرة. وتقلبي بالراحة خالص ويبقى عندك احلى صالة الرنجة ممكن تكليها. كمان الاكلة دي مش بس تعمها حلوة على فكرة. من الاحلى من ان انت تقطعي بصل وتقطعي تماطم كده على جنب الواحده وتكلي الرنجة سيدة. لا هي كمان موفرة علشان ممكن رنجتين اتنين يعملولك طبق كبير او او سيرفيز كبير يأكل مسلا اربع خمس افراد. قدمي معها بقى بطاطس محمرة. اعمالي مسقعة. اللي رياحك. المهم ما نكسر شوية. الاكل بتاع العيد ده علشان فعلا المعدة بتبقى خلاص مش متحملة. وحسن انت جالك قرفة كده من الاكل يعني. حواليكم دلوقتي شكلها من قريب بعد التقديم. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يارب يكون الفيديو عجبكم ويكون فعلا مفيد وبما ضيعتش وقتك ابدا. وكل دقيقة سمعتها في الفيديو تكوني استفدتي منها حيكة. عايزاكم تدعموني بلايكات كتير وتعليقات حلوة كتير. عايزاكم كمان تعملوا شير للقناة. اعملوا شير يا بنات علشان الناس جديدة اكتر تتعرف علينا وعالتنا تكبر كده. وحسن انتم قصرين معي شوية في موضوع الشير ده. فحطوا لايك للفيديو. وكمان اعملوا شير للفيديو ده او اي فيديو يعجبك. يعني مش لازم تعملي شير للفيديو ده. اختاري اي فيديو من على القناة يعجبك. حسن هو فيديو مفيد. ويكون كده اي حد يسمعه يستفيد منه. اعملي له شير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديدة وروتينات جديدة وتابعوا معي ان شاء الله. الفترة الجاية هندخل في تفاصيل كل حاجة مع بعض. لكل الناس كمان اللي اجلت كل الشغل بعد العيد. او كان عندها اي ظرف او تعبانة او حصل اي حيكة. اشوفكم على خير. سلام عليكم.